اجمالي الشقق اللي ادخلت لها في الفين وثلاثة وعشرين اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الافاضي الان البخط المفاتة تواجه شقة جد رائعة جميلة جدا والموقع اجمل اكيد اخواني اخواتي على بركة الله ستشاهدوا معي هات الشقة من طراز الرافع لتبرك الله ما شاء الله على صاحب الشقة وصاحبة الشقة عندهم باسمها رائعة وصاحب الشقة دخل عليها تحسينة رائعة وجميلة لأي واحد كيعشقها اخواني اخواتي هات الشقة هذي اللي فيها 127 متر اللي كتتواجد في قلب التيتر كتتواجد في طريق اموزر قريبا الكلينيك الكوتر شقة جميلة تتشوفوا في نيسيوم ما شاء الله رائع جدا في نيسيوم هالشي ستيل الجديد اللي كتتشوفوا معي انها بهجة بصالونات رائعين صالون ستيل عصري موضيغن وكذلك ستيل ضروري اننا نضعوا البصمة دينا في ستيل مغربي رائع عاصل هاد ستيل خوتي اللي يزاد عليها الطابع الجميل اللي كيتواجد في بلافون ديال هاد النقش الجميل بالخشب كتشوفوا ديزاين جميل واللي اعطاه جمالية هاد تريا ديال النحاس اخواني اخواتي دائما أبغط المفاز تتفاجأكم بالجديد وبالافضل وهاد شي مشي على شهدنا على شهدات جميع اللي امتبعينا في هاد القناة اخواني اخواتي الطابق التاني في هالا سنسور في هالباركينج ديال الطنوبيل جميع المرافق اللي كيتطلبها الانسان من متطلبات الحياة موجودة هنا اجمل موقع مدينة فاس اللي هو طريق اموزر كذلك قريبة المقاطعة ديال عين عمير اللي تعرفها هنا الناس لسكنين في مدينة فاس الرائعة ديال هاد السجور او هاد الصالون اللي جاي مثيون بهاد الالوان الخلابة الليكت يعني بتعطينا واحد البصمة ديال الطبيعة الجميلة هنا تتشوفوا معايا الدخلة الرئيسية ديال الباب اللي كان ندخله مباشرة كلقوا الصالونات المهجين وتتشوفوا معايا هاد الديزاين الرائع والجميل ديال هاد النوعية ديال الرخام اللي اعطت واحد لوغو جميل لهد الصالون ومنسبة لدخيلة ديال الباب ديال الموبيل مباشرة كيطلع الارخام والدر كاملة كتشوفها معايا بهد نوعية ديال الارخام الجميلة اخواني اخواتي كان شكر صاحباته وصاحب هد الشقة لاستدعائنا اننا نحط هد الشقة الفاخرة في الموضع في الموقع ديالنا المتواضع اخواني اخواتي كنتمنى انها تنتم تنال الاعجاب ديالكم كيف ما نلت انا الاعجاب ديالي وتبعتونا بالتعالق ديالكم جميلة لدائما منورين القناة اخواني اخواتي قبل من ندخل البيوت شوفوهم بثلاثة اللي بغاها بالاتات يعني بكل ما فيها اتت فاخر طراز الرافع وديكوراسيون جميل يعني كل حاجة شدة بلاصها مرحبا واهلا وسهلا واللي بغاها فارغة احنا هندكره تمن البيع الخاوي واللي بغا الاتات يتفهم معه صاحب الشقة وعلى بركتي الله هندخلوا مباشرة للبيت ديال او الغرفة ديال الوالدين اللي كاتب انتاز بكتشوفو معايا بحمام جميل جدا اللي فيه اه او فازك ستيل اه مودرن يعني وكذلك الدوش وكذلك الطوارد وجايب هاد النوعية ديال الرخام جميلة هنازة تشوفو المساحة الكبيبرة ديال البيت اللي فيها بلاكار كبيبر بالاضافة خوتي اه فيها بالكون كبيبر اللي الاطلالة دياله جاي على الدار من ندخلنا يعني الباب من ندخلنا وكين فيها الكليباتيزور الانسطلاسيون اللي فيه الانسطلاسيون ديال ديال تليفزيون والباركي اللي كيتواجد في البيوتة اخواني اخواتي هاد الموقع هاد طريق اموزر كيمتاز بالهدوء التام تتشوفو ده بحنا يكن نصوروا يعني واحد الهدوء رائع لكيمتاز بهاد الموقع دائما اطغط الموفز كاتمتعكم بجمالية هاد الشقة ودائما كنت تنسوا معايا انني كنقول شعارنا لمشرة يتنزه ما بقيش نسمحها بعد تعاليق هاد هو الهدف ديالنا اننا ناخدو افكار جميلة من هاد القناة وكانوليو عائلة خوزي هنا شتو معايا الغرفة دياللي بارون بالحمام كين حمام اخر تتشوفو تهو ديزاين مختلف بالرخام ديالو وكذلك بالطواليت والدوش والفاسك هنا اخواني اخواتي شتو يعني كين صالون وكين بيز دياللي بارون كين جوج ديال الغرف ديال الوليدات كين الغرفة الاولى اللي السيد دار فيها واحد دريسينك بابر اللي عنده وليداته بغاي يزول هاد دريسينك ويدير فيها تفريشة زوينة ديال الوليدات راح البيت كبير بالاضافة انه عنده البالكون ديالو واللي بغاي يخليها هكا يعني كيف ما قلتكم عنها الاراقة تختلف والاضواق تختلف بغاي يخلي هكذا دريسينك جميل وبالبلاكارات ديالو اللي وليداتها هي عادية جمالية لهذا الدار هنا متعناكم اخوتي بجمالية ديال الغرف وكذلك ديال الصالونات المبهجين دار مزيونة ما شاء الله يعني اللي يدخل بغاها مفرشو هيدخل غيش وينطاتو واللي بغاها فارغة يفرش بدوقو دار ما فيها الانسان ما يصلح دار جميلة جدا هنا اخوتي غادي تشاهدوا معايا الكوزينة لمجرد اننا كندخلوا لها كوزينة كبيبرة اللي كتعشقها اي انسانة كتكون في قلب المطبخ كوزينة مزيونة اللي فيها الانستاليسون ديال تلاجة واخد المكان ديالها بالاضافة لماشين ديال المعن وكذلك الماكينة ديال الصابون وكين اخوتي الفلسة ديال ميكروون وكذلك ديال الفران وكذلك ديال الشوفو اللي واخد المكان دياله قريب لكوزين وفيها البلاكارات من الفخ والبلاكارات من التحت وفيها لاهض وكذلك فيها البلاك اخواني اخوتي تتشوفوا معايا الكوزينة كيف دايرة جاية جميلة جدا بالنسبة الموبل فيه الباركينغ ديال طنوبيل كذلك فيه لاسانسور وفيك معاو معاك ثمانية ديال الجيران يعني كل طبقة فيها جوج ديال الجيران وحدة قبلت وحدة اخواني اخوتي شاهدتوا معايا هالتحفة جميلة اللي شاهدتوها معايا في الفيديو كامل اشتوا معايا تبارك الله ما شاء الله دق رافع ديال الاتات بالاضافة لهاد ديكوراسيون جميلة اخواني اخوتي بالنسبة لهاد الشقة اللي فيها مية وسبعة وعشرين متر اللي كتواجد في قلب تيتر تمان ديالها هو خمسة وتمانين مليون قابلة نوعا ما للتفاوض اللي بغا يجي يشوفها معايا اللي لا يتواصل معنا عبر الهواتف الموجودة على الشاشة او صندوق الوصف ومرحبا نحدو موعد مع الناس واهلا وسهلا دائما ابقتموا فاس كتفاجأكم بالجديد وهد الشقة لسنة الفين وثلاثة وعشرين مرحبا بكم اهلا وسهلا وكان قلكم من هد المنبر حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة